الحقيقة كان في فيديوها كتير قوي عن موضوع الحوار لكن انا اخترت الفيديو ده عشان العبارة الخطيرة للميس الحديد قالتها لان الحقيقة كنت محتاج اسمع تعليق دكتور ايمان نور عليها لاستم طرفا في هذا الوطن انا الكلمة دي مقلقة جدا الكلمة دي خطيرة جدا فيه اعلامية مصرية بتستثني قطاع من الشعب المصري مش في الحوار يا جماعة لا لاستم طرفا في هذا الوطن دعوني ارحب بضيفي من اسطنبولة دكتور ايمان نور زعيم حزب غد الثورة اهلا بيك دكتور اهلا بيك يا دكتور اسامة اهلا بيك ايها المواطن المصري المشكوك في وطنيته بعتبر ان احنا كلنا بقينا مشكوك في انتماءنا لهذا الوطن الحقيقة الكلمة مقلقة ايها دكتور الكلمة ماينفعش نتعدي وماينفعش نتجاوزها ونتكلم على حاجة تانية يعني ايه اعلامية مصرية تقول على فصيل من المصريين انه ليس طرفا في هذا الوطن وليس الحوار الوطن تعليقك يعني خليني الاول اسأل احنا المفروض نصدق اه اه لميس الحديدي ولا المفروض اه نصدق السيسي اه لميت بتسأل هو مين دعاكم لا هو اللي وجه الدعوة عبدالفتاح السيسي يوم 26 اربعة اما قال الدعوة لا تستسميه احد الجميع اه فقال كده الجميع ففهم الجميع اه معرفش عندهم الجميع ده اه احنا فيه ولا لا اه اذا كان الحديث عن الاخوان او عن اخرين من من اه يعتبرونهم اه في معسكر الاخوان حتى لو كانوا اه مش في معسكر حتى زي حالاتي لكن على اي حال من الاحوال اه مين دعا الدعوة كانت موجهة للجميع هكذا قال صاحب الدعوة اه حكاية انه اه لستم طرف اه في هذا الوطن بمسألة خطيرة جدا لانها اه يعني هي توطي نفسها حق اه غير مسبوق في ان هي تنفي حق المواطنة لقطاع من المصريين قليل او كبير صغير او مخطئ او 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 مصيب ايا كان لكن من يملك هذا الحق ان تمثي عن انسان اه ارتباطه ببلده وانه ينتمي لهذا الوطن حتى لو انتوا شايفينه مخطئ دي مسألة الحقيقة ليس يعني صلاحيات الانيس الحديدي والنسي طيب دكتور يعني الزملاء هيوعود الاتصال بيك لان الحقيقة الصوت لا يصل في حلقة سابقة الاسبوع اللي فات كنت بتكلم عن موضوع الحوار الوطني يمكن في برنامج اخر وكنت بنائش البيان اللي نزلته ما تعرف باسم الاكاديمية الوطنية للتدريب لبدء الحوار وعديت كام مرة ذكروا كلمة جميع وكافة ومعظم في بيان قصير جدا يمكن كان حوالي 300 كلمة او يمكن اقل فلقيتهم حوالي 9 او 10 مرات ذكروا كلمة جميع المصريين جميع الفئات جميع التيارات جميع القوى السياسية كافة الاحزاب كافة القوى السياسية كافة اطياف الشعب المصري معظم كذا وكذا وكان الحقيقة لافت جدا للنظر ان البيان اللي مطلع على الاكاديمية الوطنية للتدريب شمل على 9 مرات او 10 مرات كلمة جميع المصريين ثم تخرج لميس الحديد لتقول لستم طرفا في هذا الوطن طيب رجع لنا دكتور ايمان مرة تانية دكتور اصدرت بيان في يوم 10 مايو بعنوان رؤيتنا للحوار الوطني والحياة في نقاط كتيرة جدا محتاجة تكلم اتناقش معك فيها لكن اعتقد ابرزها هي ما اطلقت عليه المقومات العشرة للحوار ما هي تلك المقومات يعني هو الحقيقة هو دراسة تكاد ان تكون كتيد في حدود 100 صفحة نصفه هو المقومات المقومات دي تبدأ بطبيعة الدعوة هل الدعوة هي دعوة وجهة في المكان الصحيح يعني مثل هذه الدعوة المكان الطبيعي ان توجه من داخل البرلمان في خطاب بيجمع غرفتين للبرلمان يعني يعطي انطباع ان هذه دعوة سياسية لكن توجيه الدعوة في مناسبة اجتماعية الحقيقة مسألة ينقصها بعض الموأمة لكن ما هيش مسألة جوهرية فيه اعتبرات اخرى اهمها في تقديري مسألة المظلة الذي اطلق الدعوة هو المفروض رئيس السلطات الثلاثة التنفيذية ورئيس الاعلى للسلطة القضائية وايضا هو له صفة في السلطة التشريعية كيف يحين الاجها لا اختصاص دستوري لها يعني لو احال للبرلمان فيه نصوص في الدستور تسامده لو احال للمجلس الشورى فيه نص المادة 2081 يسامده ان ده من ضمن مهام مجلس الشورى رغم ان احنا عندنا تحفظ على كل عدلات 2019 اه انا كان رأيي وده اللي ما طرحته فيه الرؤيتي اه ان اه يعني يتم استخداث مفوضية مصرية اه للحوار وللعدالة الانتقالية اللي اصبحت غائبة وملهاش صاحب يعني هي موجودة في الدستور وكان فيه وزير اسم وزير العدالة الانتقالية اختفت هذه الوزارة ولم يعد هناك دور او مسمى للعدالة الانتقالية فكان مخترحي مفوضية مصرية حوار وطني والعدالة الانتقالية اه لكن ان يحل هذا الامر لجهة اه اه مؤسسة تدريب او مؤسسة شباب الحقيقة هذا امر ربما يليغ بحوارات الشباب اه ربما يليغ بالندوات التقاطية التي كانت تعقد في اه المسارح الخاصة بالقوات المسلحة لكن بحوار وطني بمفهومه الشامل بعد سبعتاشر سنة ما عندناش حوار وطني في مصد اخر حوار وطني يا دكتور اسامة حدث في مصد كان اه في اتنين فبراير اه الفين وخمسة يعني مر سبعتاشر سنة على هذا الحوار الوطني بعد سبعتاشر سنة اجي اسند هذا الحوار اه للا مظلة اه يعني مثلا كان هناك مظلة يمكن وجود تفسير اه يعني مقبول لها لو قلنا مثلا بيت العائلة المصرية اللي بيجمع الكنيسة والازهر مثلا نقول له اه سلطة ادبية تسمح ان يلعب هذا الدور لكن مين المؤتمر الشباب ومين المؤسسة المسؤولة عن التدريب او او عن غيره الحقيقة يعني ده كلام ممكن يتم الاستعانة ديهم كجهة سنية كسكرتارية للمؤتمر لكن دول يبقوا مظلة المؤتمر دي مسألة في منتهى الخطورة وده معيار اه غائب وخطير جدا في عملية الحوار طيب هناك معيار اخرى ليها علاقة بالاجندة اه ما هي الاجندة ومن يحددها اه اهم معيار وهو المشاركين اه مين المشاركين ومين هيختارهم وايه مساحة التوازن بين المعارضة وبين السلطة الحوار بين طرفين متنقبين اه بين اه السلطة التنفيذية وبين اه المعارضة المصرية لا يمكن يكون الحوار بين السلطة واتباع السلطة او مؤيدي السلطة او احزاب السلطة فالحقيقة تحديد المشاركين مسألة اه حاكمة ان هناك حوار وطني او ان هناك عدد اه وطني انا اعتقد ان احنا حتى الان لا يوجد لدينا ما يؤكد جدية فكرة الحوار الوطني شكرك شكرا جزيلا دكتور ايمان نور زعيم حزب غدى الثورة كنت ضيفي عبر الهاتف من استنبيه